دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي ينضم إليه عبر الهاتف برحب حضرتك دكتور مصطفى مساء الخير يا فندم أهلا وسهلا دكتور مصطفى أبرز النقاط التي استوقفتك في حديث السيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي اليوم في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة هو بكل تأكيد النهاردة فخامة الرئيس بعث بالعديد من الرسايل للتأكيد على اهتمام الدولة بالشأن الاقتصادي ممثلة في الصناعة والنهاردة بيدي رؤية مصر طبعا السيد الرئيس لأكثر من مرة حوالين اهتمام الدولة برجال الأعمال والمصنعين خاصة أن الصناعة تعتبر العمود الفقري للوضع الاقتصادي نعم اهتمام السيد الرئيس النهاردة بفتاح المعرض والملطقة زي ما بيسمى كده بعرض وتكامل أو زي ما بيسمى بورش العمل اللي بيلتقي بيها متخذ القرار للوقوف على مراحل التصنيع والتحديات والصعوبات وكفاية ذالة هذه التحديات واتخاذ قرارات من فخامة الرئيس الرؤية دي فاندم طبعا والرسائل دي النهاردة بيكون لها استراتيجية هدف اساسي واحد ان احنا نحد من عملية الاسترات من الخارج وانزود توطين الصناعة داخل مصر الامر التاني توفير العملة الصعبة سواء من حركة الصناعة النهاردة باستبدالها بزيادة التصنيع داخل مصر وتوفير اليد العاملة والاطراف الاخرى زي التعليم زي النهاردة حركة الطرق زي توفير الموارد الاجنبية من ليه حركة الاسترات ليه المكونات الاساسية للصناعة اعتقد ذا التصور اللي كان النهاردة فخامة الرئيس بيضع يده مع رجال الصناعة حوالي الوضع الاقتصادي في مصر دكتور مصطفى الرخصة الذهبية تقليل الضرائب المفروضة او رسوم الضربية على بعض المستلزمات الحيوية بالنسبة للصناعة وايضا توفير الطاقة باسعار مناسبة لتشهيد مصانع او حتى لاعادة هيكلة مرة اخرى لما هو موجود منها كيف ترى هذا الامر وهذه المحافزات من الدولة المصرية بكل التأكيد خلينا نقول ان احنا في تنافسية عالمية خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية اللي هي بيمر بها العالم على مدار الثلاث سنوات الماضية بالاخص بعد جائحة كورونا وكل دولة النهاردة بتنافس كيفية تقديم ما بيسمى بالتسهيلات لكل المستثمرين وخاصة الاستثمار المباشر والمصنعين وطبعا الدولة بتسرع في خطوات بنية تشريعية ممثلة في الرخصة الذهبية الامر الاخر توفير الخدمات زي ما حضرتك تفضلتي الغاز والطاقة وخام البترول لكل المصنعين ما ننساش ان النهاردة السيد الرئيس بيؤكد للمرة يعني نمتل نقول اكثر من العشرة حوالين كيفية توفير البنية التحتية الاسية للمستثمر للتفرغ من رجال الاعمال للتكنولوجيا وكيفية توطين الصناعة وازاي ان يكون في حركة تكاملية وادى مثلا مثلا بحديث على مكونات السيارات هذا الامر فندم طول ما فيه متابعة من القيادة السياسية والحكومة ده بيدي رضاء من المستثمرين بيدي ازالة للتحديات نظرا لان الاوضاع الاقتصادية تعلمي حضرتك وكل مشاهديننا متغيرة ومتلحقة خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد امر في غاية الضرورة دا ما بيؤكد عليه السيد الرئيس دايما بيقول الشركاء للمستثمرين ما بيؤكد ان دايما المساهمة من القطاع الخاص هو دا اللي بيؤثر للأوضاع الاقتصادية نعم اشكرك جزيلا شكر الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي